أم محمد أيضا من مصر تقول عندي مشكلة بخصوص الدورة الشهرية تأتيني قبل معادها بأربعة أيام ينزل علي دم وأحيانا دم أسود ثم بعد الأيام الأربعة تنزل الدورة وهو الدم الغزير ماذا أفعل هل يجوز أن أصلي وأصوم مع العلم أن قبل ما كانت هكذا هذه ثالث دورة تحصل معي أختي أم محمد من مصر بارك الله فيك بالنسبة لمسألة يعني ما يحصل عند بعض النساء من الإشكالات هذه في قضية ما يسمى لخبطة الدورة أختي الفاضلة أنا أعطيك قاعدة لك وليأخواتي أولا يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض باختصار الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الحيض على وجود الدم ودم الحيض يختلف عن دم النفاس عفوا يختلف عن دم الاستحاضة فدم الحيض أسود ثخيل له رائحة كريهة ينزل سائل غير متجلط بخلاف دم الاستحاضة الدم الاستحاضة مثل دم الرعاف أو الجروح مثلا هذا الدم إذا نزل ترتبت عليه أحكام الحائض في عند بعض النساء إشكالات في ما يسمى بالكدرة والصفرة والإفرازات أحيانا تنزل قبل الدورة وأحيانا بعد الدورة أي كدرة أو صفرة أو إفرازات بعد الطهر ليست بشيء لقولي أمي عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء أي إفرازات كدرة صفرة خيوط إفرازات قبل الدورة هذه محل خلاف عند أهل العلم من أهل العلم لا يراها شيء مطلقا ومن أهل العلم يذهب إلى أنه إذا تصلت بالدورة مع وجود آلام الحائض فإنها تلحق به بمعنى أنت الآن مثلا يوم السبت تبدأ دورتك في الغالب أو مثلا في أول الشهر مثلا القمري العربي يوم الجمعة أو يوم السبت نزل عندك هذه الإفرازات مع أوجاع الدورة في آلام عندك قال العلمة تلحق بها أربع أيام لا كثير أربع أيام أربع أيام كثير هذه طهر هذه استحابة هذه تعتبر استحابة طيب عندك حالة أخرى وهي أن قبل موعد الدورة ينزل عليك دم الدورة مثل ما ذكرت أنت نفس دم الدورة لكن في غير موعدها يوم يومين ثلاثة ثم ينقطع ينقطع ترين الطهر ثم ينزل عليك هذه دورة لأن الراجح من أقوالها أهل العلم أنه ليس هناك أيام تحسب من حيث الطهر بين الدورتين الطهر بين الدورتين ولو كان يوم أو يومين لا يضر تكون دورة ما دام أنا بمواصفات الدورة اللي ذكرت لكي فلا هناك شيء اسمه أكثر وأقل في مسألة الطهر بين الدورتين واضح طيب عندي مسألة أخرى تنتبهي الله فيما يتعلق بالنقط أحيانا قبل الدورة بيوم يومين تنزل نقط نقط هذه هذه ليست بحيظ نقطة نقطتين ثلاثة هذه ليست بحيظ لأن الحيظ هو السيلان في لغة العرب وفي لغة الشرع الحيظ هو السيلان يقول حاض الوادي إذا سائل حاضت الشجرة إذا خرج منها السائل هذا كذلك الحيظ هو السيلان بارك الله فيك أعتقد بأني بصت لكي المسألة هذه وإن شاء الله تستفيدين أنت ومن يشاهدني ترجمة نانسي قنقر